بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب وطالبات الصفة الخامس ابتدائي من معاهد وبرامج التربية الفكرية في درس جديد في مدى التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجز حميدان درسنا هذا اليوم سيكون التحكم في كرة القدم أثناء اللعب في الدرس رقم ثلاثة يا أبطال تعليمات التعلم عن بعد أبطال أكيد أنكم حفظتوها وتعرفونها وتعملون بها أول أهم القوانين تجهيز الكتب والأدوات التي نحتاجها قبل بداية الدرس نستمع إلى المعلم والمعلم أثناء الدرس بكل تركيز نتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى نحصل على الفائدة كاملة يا أبطال أما بالنسبة لفوائد ممارسة النشاط الرياضي فهو يرفع من مستوى الياق القلبية التنفسية يحسن صحة عقلك ومزاجك وأكيد يحافظ على وزنك الصحي المناسب ويقيك بإذن الله من عدة أمراضك أمراض القلب والسمنة والسكر من الدرجة الثانية كفانا الله وإياكم شرها ويجعلك قادرا على ممارسة جميع أنشطك خصوصا الرياضية منها يا أبطال إلى أولياء الأمور أفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم ما نتكلمنا عن أهمية مرسة الرياضة هو التمرين معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان ووقفين في مساحة آمنة ومرتدين الزي الرياضي مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أعطيكم العافية أبطال ننتهينا من التمرين الأول ننتقل للتمرين الثاني ثاني الجزء من ناحية الإيسار أربعة عدات وناحية اليمين أربعة عدات جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع يمين اثنين ثلاث أربع يسار اثنين ثلاث أربع يمين اثنين ثلاث أربع يسار اثنين ثلاث أربع آخر مرة جماعة قف تمرين الثالث أبطال تمرين سكواد نفتح القدمين بالتساع الكتفين أو أوسع قليلاً اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة يأتيكم العافية أبطال ندخل الآن على تمرين إطالات وأول تمرين معنا للعضلة الخلفية الفخت من خلال مد أحد القدمين نبدأ بالقدم اليمين مع عدم ثني الركبة أبطال تكون ممدودة ونزول الثبات على هذا الوضع لمدة عشر ثواني جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم من أخر يا أبطال قدم من أخر واحد نين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال لنتقل التمرين أخير بهذا الحصة أبطال سحب القدم اليمين باليد اليمنى للعضلة الأمامية للفخت والقدم اليسار مع اليد اليسرية أبطال جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى أبطال قدم الأخرى واحد نين ثلاثة أربعة خمس ستة سبع ثلاثة ثمانية ثمانية تسع عشر يعطيكم العافية أبطال وكذا نكون ننتهينا من أداء التمرين الرياضية تذكر أنه لا يوجد لديك عذر لعدم ممارسة الرياضة يجب عليك ممارسة التمرين الرياضية طوال أيام حياتك حتى تعيش بحياة صحية وسعيدة دائماً يا بطال خلونا نشوف ترسلنا لهذا اليوم التحكم في كرة القدم أثناء اللعب ماذا تعرف أول عن كرة القدم يا بطال كرة القدم لعبة جماعية ونقصد هنا أنها أكيد تتكون من عدد كبير بين كل فريق فعدد لاعبي كل فريق 11 لاعباً يلعبون الكرة بالقدمين عدا حارس المرمى يا بطال اللي يلعبها أكيد باليدين وبالقدمين يا أبطال فكرة القدم قانونها جداً واسع وأشكال اللعب فيها جداً واسع يا أبطال حتى نطور جانبنا المهاري نحن نتكلم عن التحكم بالكرة التحكم على الكرة من خلال السيطرة على الكرة اللي قادمة علينا يا أبطال وأيضاً من خلال المشي بالكرة يا أبطال فخلونا ناخد اليوم شكل من أشكال التحكم بالكرة ورح نستعرض بعض أشكال التحكم بالكرة يا أبطال أشكال التحكم بالكرة يوجد في كرة القدم عدة أنواع للتحكم في الكرة كتم الكرة بوجه القدم الخارجي واخذناه في درس سابق وكتم الكرة بباطل القدم أيضا واليوم بإذن الله سنأخذ كتم الكرة بأسفل القدم أيضا والجري بالكرة يا أبطال بوجه القدم الأمامي والجري بالكرة بوجه القدم الخارجي والجري المتعرج بالكرة كتم الكرة بباطل القدم هي عبارة عن مهارة يتم فيها استخدام الأرض مع القدم وفيما يلي شرح لأهم خطوات أداء المهارة بشكل صحيح يا أبطال نحن نرى صورة يا أبطال كتم الكرة بباطل القدم بالشكل هذا يا أبطال نوقف الكرة القادمة إلينا بأي شكل من أشكال سواء كانت كرة في الهواء أو حتى كانت كرة على الآرض يا أبطال أول خطوات تشيق قدم الارتكاز لاتجاه الكرة ثاني رجل الارتكاز قليلا بحيث تسحب مركز ثقل الجسم ليكون عليها ما هي قدم الارتكاز يا أبطال؟ قدم اليسار أنا رح ألعب باليمين رح أستلم باليمين معناتها قدم اليسار قدم الارتكاز ولما تستلم الكرة باليسار رح تكون قدمك اليمين هي الارتكاز فأنا ألعب بالقدم اليمين معناتها قدم الارتكاز راح تكون متقدمة وتشير للأمام بالاتجاه اللي راح تكون منه آتي الكرة يا أبطال مع ثاني خفيف لقدم الارتكاز ويكون ثقل الجسم تقريبا أغلب على قدم الارتكاز يا أبطال ثلاثة تحليك القدم المؤدي المهارة للخارج مع ثاني الركبة قليلا نشوف هنا في الصورة يا أبطال قدم لتأدي المهارة تثنى ركبتها قليلا وأكيد يا أبطال تكون متجهة للخارج للسيطرة على الكرة يا أبطال وما ننسى أن القدم الأخرى وهي قدم الانتكاز تشير دائما إلى اتجاه الكرة مع ثني في ركبتها ونقض ثقل الجسم كامل على هذه القدم يا أبطال رفع القدم المؤدي للمهارة لأعلى لتصنع فراغا بينه وبين الأرض بحجم الكرة تقريبا مع ثني الجذع للأمام قليلا بالشكل هذا يا أبطال نشوف كيف نصنع فراغ بيننا وبين الكرة مع الأرض حتى نستطيع السيطرة على الكرة خصوصا لما تكون الكرة متعرجة على الأرض يا أبطال بمجرد لمس الكرة للقدم أو لمس القدم للكرة يا أبطال أثناء ارتدادها من الأرض ترفع القدم قليلا لأعلى لامتصاصها هذا الارتداد يا أبطال تكون دائما يا أبطال نرجع القدم للخلف لامتصاص صدمة مقابلة الكرة للقدم حتى أكيد ما تضرب فيه الكرة وتنتقل لللاعب أو الفريق المنافس لذلك أحاول تطبيق الخطوات الفنية خطوة بخطوة يا أبطال أمشي خطوة بخطوة بعد ذلك أشوف الفيديوهات أشوف كثير من المبريات كيف اللاعب يسيطر على الكرة بكافة أشكاله وسط الضغوط أيضا يا أبطال أتدرج في أداء المهارة أديها بمكان جدا آمن وبسيط وبعد ذلك أزيد من الصعوبة بمحاولة إدخال لاعب منافس يكون غير فعال بعد ذلك لاعب منافس فعال بعد ذلك الاستفادة من أداء المهارة أثناء المبريات يا بطل شوف نموذج لأداء المهارة هنا الأستاذ بأداء المهارة بشكل بسيط طالب مواجهة لطالب مسافة جدا قريبة تمريرة جدا بسيطة حيث يستطيع الطالب السيطرة على الكرة نشوف هنا قدم الارتكاز تشير للأمام ثاني ركبة القدم المؤدي المهارة صنع فراغ بين القدم والأرض الأبطال حتى تستطيع السيطرة على الكرة بعد ذلك تزيد الصعوبة يا أبطال نشوف هنا طالب الآخر يحاول تنطيط الكرة حتى تصل بشكل أصعب يا أبطال وأكيد في كل مرة تؤدي فيها المهارة نزيد من صعوبتها حتى نستطيع آداءها بكافة الأشكال لأن في مباريات كرة القدم لا تختار طريقة استلام الكرة أو طريقة إيصال الكرة لللاعب الزمين بل من يحددها هو ضغط المنافس عليك فأكيد أني رح أمررها أحيانا بشكل مختلف يجب عليك دائما أن تكون تتوقع جميع أشكال الاستلام فأكيد يجب عليك أن تستلم بهذا الشكل وأن تتعود دائما على إدقان كافة أشكال التحكم بالكرة يا أبطال شوف هنا من مسافة قريبة كيف يتم التنطيط بعد ذلك تستطيع زيادة بعد المسافة أكيد بعد ذلك إدخال اللعب منافس حتى تستطيع أداء المهارة بشكل أصعب وتستطيع التأقلم على أدائها أثناء المباريات مراجعة لدلسنا لهذا اليوم هل يكون ثقل الجسم على القدم المؤدي المهارة؟ إحنا قلنا قدم الارتكاز تتقدم الذي لا تؤدي المهارة ويكون ثقل الجسم عليها دائما يا أبطال فأكيد إجابة خاطئة يكون ثقل الجسم على القدم الأخرى التي لا تؤدي المهارة وهي القدم الحرة السؤال الثاني الفيديو المرفق هو لمهارة كتم الكرة هل هو بباطن القدم أو بوجه القدم الخارجي وجه القدم الخارجي يا أبطال هو اللي نحن نشوفه هنا في الجانب يا أبطال فأكيد نحن نشوف قدم ترتفع ويتم استلام الكرة بباطن القدم يا أبطال فالفيديو المرفق هو لمهارة كتم الكرة أحسنتم بباطن القدم في كرات القدم في الختام يا أبطال تعلم جميع أشكال الاستلام والتحكم في الكرة حتى ترفع من مستواك ودمتم بصحة ونشاط